أما فقرتنا الطبية سلمة فقرة كتير مهمة يمكن بكل سنة مثل هذا الشهر بيكون صار الوقت بأكتوبر اللي هو الشهر الوردي لحتى نضوي على موضوع كتير مهم وحملات توعية كتير كبيرة اللي هو السرطان الثدي طبعا نسبة كبيرة من النساء معرضين للإصابة بسرطان الثدي لكن ما حملاتها هي التوعية للكشف المبكر والتوعية المهمة كتير لحتى نحن نكشف عن السرطان بوقت مبكر طبعا نحن نتمنى الصحة والسلامة لجميع السيدات لكن الوعي قداش هو حاجة وضرورة اليوم سلمة 8 نساء من بين 10 نساء قداش هي نسبة كتير عالية اليوم في أمل كتير كبير أنه نحن نشف من سرطان الثدي في حال الإصابة فيه ومنجع منقول ومنذكر بما أنه هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي الشهر الوردي فاليوم بصدنا أكيد نصف ضيف الدكتورة سوسن محفوظ وهي المختصة في الأمراض النسائية لحتى نحكي عن أهمية هذا الشهر وأهمية التوعية بسرطان الثدي صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا فيك بسعاد صباحك دكتورة أهلا وسهلا فيك خلينا بداية يعني مثل ما قلنا نحن كل سنة بهذا الشهر تحديدا بزيد الحديث عن حملات التوعية خلينا نشوف أدي عم نشوفي حضرتك مع زيادة حملات التوعية يمكن صار فيه مراجعات أكتر يمكن فيه حالات صار عم بتمفية الكشف المبكر بشكل أكبر تماما يعني هاي الحملات التوعية دائما كنا نحكي عننا أنه لازم كتير تكون موجودة مشان أنه الناس تنتبه أنه نحن ما ننطر حتى تظهر الأعراض لأنه كل ما كان الكشف مبكر أكتر كل ما كان العلاج أفضل نسبة النجاح أكتر نسبة الشفاء عالية فكتير للناس بهذا الشهر أنه على الحملات اللي عم تكون على تلفزيون بيراجعوا العيادات حتى بيروحوا بيعملوا الماموغراف اللي هو المسح لسرطان السدي فكتير كتير كتير عم يعطي نتائج إيجابية بهذا الحالة ده طرق خلينا نحكي شوي بالتفصيل كيف السيدة بتقدر تفحص حالها قبل ما تروح للماموغراف في مؤشرات معينة ممكن تتبهلها السيدة بتغيرات جسدية ممكن تظهر عليها تكون خطوط أولى لاتجاه للماموغراف في حال ما كان الفحص دوري عندها هلا هو نحنا أهم شي دائما نفس حملات التوعية اللي نحنا عم نحكي عنه هلا أنه الفحص الزاتي هو أهم شي يعني للمريضة فحص الزاتي بده يكون بعد الدورة ثلاثة يام لخمسة يام إشان الاحتقان اللي بيكون بالسدي ما يكون موجود وبالتالي تحس بأي كتلة ممكن تبلجس إذا هي حس بأي تغيرات طبعا تغيرات اللي بدا تظهر بالسدي اللي بتوجهة أنه نحو تراجع دكتور أنه ممكن يكون في مفرزات مانا طبيعية من حلمة السدي وهي المفرزات المدمات أكتر شي والمفرزات الحليبية العادية إذا صار في تورم وألم بالسدي أكتر من العادي والإحساس بالكتلة بالسدي طبعا لحتى نوصل للإحساس بالكتلة بالسدي أنه وقتها مثل ما حكينا فممكن نكون وصلنا لمراحل متقدمة بس أي تغيرات بتلاحظها أحمرار تورم مفرزات دموية طبعا مفرزات الدموية بأعمار صغيرة غالبا بتكون ناجمة عن التهاب الأقنية الحليبية كتير منشوفها بالعيادات أنه بيراجعوا تخوف كتير كبير أنه أنا عم ينزل دم من حلمة السدي أنه هي التهاب الأقنية منشوفها بأعمار صغيرة بس طبعا أكتر شيء توجه بيكون بعد الأربعين حكما حتى لو هيدا أنه عطتني أنه المسحة أنه أوكي أنه هي علامات التهابية فنحن لازم نوجه نحو إجراء معموغرافي نعم كمان دكتوري نحن بنعرف أن السرطان السدي من الأنواع اللي بتتناقل أيضا وراسيا فالقصة العائلية بهذا الموضوع كتير مهم كتير بنشوف صبايا ممكن يكون عندهم الخالي الأم أو حدا أو ست أحيانا الست ممكن هي بس اللي كانت مصابة الجيل اللي بعده بيكون شوي مهمة الموضوع خلينا نحكي عن أهمية هذا العامل الوراسي بسرطان السدي نحن ما عنا سبب واضح لسرطان السدي بس العامل الوراسي فعلا كتير بيلعب دور خصوصا القرابة الدرجة الأولى من جهة الأم العامة الخالة الست متل ما قلتي لي أي مريضة عند قرابة من الدرجة الأولى من وجهها أنه اعتبارا من الخمسة وثلاثين سنة أمام ننطر لعمر فوق الأربعين من الخمسة وثلاثين سنة لازم تبلش تعمل إيكو السدي كل سنة ماموغرافي كل سنتين بعد الأربعين حكمة ماموغرافي كل سنة فكتير الوراسي بتلعب دور للأسف العادات الغذائية السيئة هلا زيادة الوزن تمارين الرياضية هدون كلهم كمان بزيدوا من خطورة سرطان السدي فأهم شي الوراسي بتلعب فعلا فيه دور هو سرطان المبيض فدائما منوجههم أنه أي قرابة درجة أولى حكما البدء بالمسحة عن سرطان السدي اعتبارا من عمره 35 سنة دكتورة خلينا نحكي اليوم فيه أورام حميدة وفيه أورام سرطانية أنت نقول نحن عن الورم أو أي تغير بالسدي ممكن يكون هو ورم حميد تتطمن السيدة بينما عملت كل الفحوصات والإجراءات شو هي المؤشرة؟ يعني هذا كتير سؤال مهم لأنه نحن كتير بيجونا أحيان بالنوتات وفي أعمار صغيرة وفي 18 سنة وفي 20 سنة بإحساس كتلة بالسدي يعني بتجي مرعوبة أنه أول شي سرطان السدي ما بيسيب الأعمار الصغيرة ولو أنه هلأ عم نشوفه بأعمار حتى أصغر من قبل قبل القبل الخمسين ما كنا نشوفه هلأ منشوفه بالخمسة وثلاثين وأحيانا بـ 32 سنة كتلة السدي هي أثر شي بتوجه أنه نحو أنه الخوف من أنه والله فيه شي فيه شي اسمه داء كيسي لي في بيسيب السدي فنحن منشوف وقته على الإيكو أنه هذا كيسة سليمة طبعا في مؤشرات عندي على الإيكو أو حتى على الموموغراف بتوجهني أنه هذا المرض سليم أو حميد فهي ممكن تشكل أوراملي فيها مثل ما بتتشكل بالرحم أنه ألياف بتكون موجودة بالسدي هيدي حميدة أحيانا أثناء فترة الأرضاع بتتشكل عندي كيسات حليبية نتيجة توسعة بالأقنية اللبنية كمان هيدي كيسات سليمة فنحن وقته حسب العمر حسب المؤشرات عندي على الإيكو حسب المؤشرات على الموموغراف من إلا نحن فقط مراقبة ومتابعة بس لما بتجينا هيك حالات بالأعمار الكبيرة أو عندي مؤشرات على الموموغراف أنه الحواف مانا سليمة المنظر مانو مريح في تكلسات فنحن منوجه نحو استقصال وتشريح مرضي حكما أو حسب يعني الوضع نحن منوجه نحو الجراحة طيب دكتورة خلينا نحكي شوي اليوم صرنا عم نشوف العلاجات المبكرة عم بتجيب نتيجة كتير ونعرف أنه يمكن كمان تموضع السرطان بيء السدي فهو بيعطي أنه في حال تم استقصال جزء ممكن أنه ما ينتقل لباقي أعضاء الجسم غير السرطان الداخلي نحكي شوي عن هاي التفاصيل هلأ هلأ نحن عم نحكي كنا أنه الكشف المبكر كتير مهم بالعلاج ونسبة الشفاء لما بتجينا المريضة بمرحلة مبكرة طبعا حسب نوع السرطان ونوع الخلايا اللي موجودة فيه والمرحلة وانتشاره أول ما بينتشر طبعا على العقد المفية لهيك نحن كمان من نوجه أنه أثناء الفحص الزاتي للسدي تم فحص تحت الأبط إذا في عقد لمفية ولا لا طبعا في علاج جراحي في علاج كيميائي في علاج هرموني في علاج شعاعي حسب بقى المرحلة والنوع السرطان اللي موجود بس أكيد الكشف المبكر بيقود لنسبة شفاء كتير عالية علاج الجراحي بيتم أحيان باستقصال جزئي أو استقصال تام للسدي حسب نوع المرحلة وبيتبع بعضين علاج كيميائي أو علاج شعاعي مثل ما حكينا حسب نوع السرطان وحسب المرحلة اللي بهيدا بيتم في تقييم كامل مع طبق إلى الجسم نشوف فيه انتقالات ما فيه انتقالات حسب نوع الخلايا السرطاني وحسب المرحلة بيتمم العلاج دكتورة كتيرا بنسمع عن سيدات للأسف أصيبوا بسرطان الثدي لكن الفكرة خلينا نقول جيدة أنه تمشي فاء بعد رحلة علاج نادرة ما نسمع عن بعض السيدات أو أصيبوا ممكن بسرطان الدم لكن ما فيه علاج خلينا نحكي شو الفرق بين سرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان من حيث الاستجابة للجسد للدواء وأمكانية العلاج هلأ الكشف المبكر فيه هو السبب اللي بيقود لنسبة العلاج هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي اللي بيقود لنسبة العلاج الشفاء العالية فيه نحن مثل ما حكينا كل أنواع السرطانات أي سرطان إنه إذا تم الكشف بشكل متأخر وأنا عندي نقائل لمفاوية أو دموية طبعا حسب كمان نوع الخلايا السرطانية فممكن يكون فيه تأخر لغزو الأوعية الدموية أو لغزو الأوعية اللمفاوية وبتالي للانتشار كل ما كان الغزو أقل كل ما كان نسبة الشفاء فيه عالية فهذا اللي بيعطيه نسبة شفاء عالية كمان تبتورا نحن دائما نحكي عن السرطان السدي عن النساء وإنه هو أيضا في حالات تصيب الرجال خلين نحكي عن الفرق أيضا بالمعالجة والكشف وغيرها من هذه التفاصيل تماما دائما أنه المشكلة لأنه عند الرجال ما بيتوقعوا هذا الموضوع فبيكون الكشف فيه متأخر وبتالي نسبة الشفاء فيه أقل تماما ولكن هو يصيب الرجال والنساء صح النسبة الإصابة عند الرجال أقل بكتير بس إنه مشكلة عدم توقع أنه أنا هذه الكتلة ممكن تكون سرطانسة دي فهي اللي بتأخر بالتشخيص وبتالي بيتأخر العلاج وبتالي نسبة الشفاء بتكون فيه أقل للأسف عند الرجال فنحن كما من نبهن أي أحساس بكتلة فأنه ما يعتبروها كتلة ليفية أو دهنية أو من الرياضة أو شي فأن يتوجهوا ويعملوا فحص لهذا لأنه الكشف المبكر منرجع دائما من أكد الوراسة بتلعب دور أيضا عند الرجال مثل النساء أو الوراسة بتلعب دور أيضا دكتورة كتير من أسمع اليوم عن عادات خاطئة بتأدي للإصابة إن كان بسرطان أثدي أو غيره من أنواع السرطان خلينا نضوي ويمكن أنك الشغلات ما نكون من تبهين له نحاول قدر الإمكان نحسن من حياتنا لحتى نتجنب الإصابة مثل ما نقول نعمل اللي علينا الباقي على الله فنحن شو المفروض نعمل بحياتنا وشو هي الأخطاء اللي لازم نبعد عنا بشكل نهائي تمام أهم شي العادات الغذائية السيئة اللي أم عم تأدي للبدان نقص التمارين الرياضية التدخين الشديد التوتر الشديد كمان بيلعب للأسف دور لأنه بزيد من موضوع التدخين بزيد من العادات الغذائية السيئة بزيد من زيادة الوزن بزيد من قلة التمارين الرياضية فهذه كلها بتزيد من نسبة خطورة السرطانات بكافة ألواع أي سن تنسحي دكتورة أنه نحن نكشف بشكل دائم أو نجري الموموغراف أدي تنسحي؟ هلأ فحص ذاتي وفضل من عمر الثلاثين لأنه نحن حكينا هلأ نشوف للأسف سرطان السدي بأعمار صغيرة بس بالنسبة للفحص بالموموغراف طبعا بعد الأربعين هلأ إيكو بالخمسة وثلاثين إذا فيها مثل ما حكينا أنه عامل يعني وراث قرابة درجة أولى فنحن من الخمسة وثلاثين منبلش بفحص دوري للسدي إيكو كل ستة شهر أو كل سنة حسب نحن شو منشوف بالإيكو الموموغراف اعتبارا من الأربعين إذا كان عندي عوامل خطورة أنه الوزن العالي تناول موانحهم الهرمونية في ناس للأسف بيصير عندي سنة أسباكر فهدون بيحتاجوا معالجة هرمونية معيضة يعني في المعالجة الهرمونية بزيد من خطورة سرطان السدي فهدون لازم يتعرضوا لمسح أبكر من غيرهم وإلا عادة من الخمسة واربعين منبلش بموموغرافيا مرة كل سنة منشان متأكد أنه ما فيه لا سمح الله أي إصابة دكتورة في كتير دراسات يعني كل فترة عم نشوف دراسات جديدة عم بتكون بالعالم لمحاولة تفهم الخلية السرطانية مثل ما بيقولوا وتشكلها البعض بيقول أنه بعض السيدات اللي بتتعالج لفترات طويلة كانت بأدوية هرمونية هي مؤهبة أكتر أو من عوامل الخطورة للإصابة بالسرطانات حقيقة هذا الشيء عرض الواقع طبعا تعرض للموانع الحمل الهرمونية وخاصة الأستروجين لسنوات طويلة ومتل ما حكينا هلأ كمان في حالات أنه بتجي السنية أسباكر ممكن يصير عندي انقطاع طمس من عمر 35 طبعا هدون حكما لازم نعطيهم معالجة معيضة هرمونية لأنه معرضين أكتر للإصابة بترقق عزام ومشاكل أخرى نتيجة نقص هرمون الأستروجين فهدون بدين يكونوا لازم يصير في عندهم مسح أكتر لسرطان السدي الأستروجين بزيد من خطورة الخلايا السرطانية لأنه بزيد من نمو هيد الخلايا طبعا دائما نحكي أنه نمو الخلايا السرطانية بدايتها ما نمو مفسر يعني كيف بس أنه تماما فبس أنه المعالجة الهرمونية لهيك من ننصح اللي بيتناولوا موانحها من الهرمونية حب المانع فأنه هدون المفروض يتعرضوا لمسح بعمر أبكر لأنه الأستروجين بزيد من خطورة سرطان السدي يزيد من خطورة لا يعني أنه يسيبون بسرطان السدي لأنه أحيانا بيجونا كثير على عيادة أنه دكتورة أنا ماستر جاءت أخذ حب المانع لأنه ممكن يعمليه سرطان السدي بزيد من الخطورة نحن فينا نحمي حالنا من هذا الموضوع بالمسح الدوري بممارسة التمارين الرياضية اتعاد عن تدخين اتعاد عن العادات الغذائية السيئة الابتعاد عن التوتر فنحن نخفف من خطورة سرطان السدي لعندهم عامل وراسي يفضل ما يأخذون موانع الحمل الهرمونية ترجعنا بإشارة سريعة عن درجات العلاج ومراحل تطورة خلينا شوي نفصل للسيدة في حال كشف المبكر ونشهد السيدة يمكن باكتشاف هذا المرض ببدايته ما تأخرت فيه فكيف بيكون العلاج قلية العلاج معه هل بيكون العلاج دوائي وانت كيف مع تطور هذا المرض كيف بتطور العلاج غالبا أول شيء بده يكون في استقصال جراحي للآفة ممكن نحن نعمل استقصال جزئي إذا كانت الآفة محدودة وإذا اجتني حتى لقى كشف مبكر دكتورة منضطر للاستقصال اي طبعا بالعكس الاستقصال هو ممكن ما نحتاج حتى علاج كيميائي أو حتى هرموني أو شعاعي بعد الاستقصال إذا كانت حواف في الاستقصال سليمة وما عندي نقائل على العقاد اللمفية طبعا بده يكون في استقصال مثل ما حكينا إذا كانت المبكرة فنحن نعمل استقصال جزئي حتى ما بيتم استقصال تام للسدي نعمل تجريف للعقاد اللمفية ومنشوف إذا ما عندي نقائل فهي غالبا كافية وبتصير متابعة دورية تماما لما بيكون عندي أنا أنه والله إجت حواف الاستقصال أو حسب يعني أحيانا منضطر إذا كانت الكتلة كبيرة ناخد خزعة بالإبرة ونحن منشوف قبل ما ندخل على العمل الجراحي أو في شيء اسمه خزعة يعني سريعا نحن على طاولة العمل الجراحي ونحن عمنا هيدا منبعد خزعة بتجيني النتائج خلال ربع ساعة مص ساعة فنحن وقتا منشوف أنه حسب نوع الخلاياة السرطانية وحسب التوقع أنه ممكن يكون في عندي إنشاف فبنامو الاستقصال جراحي تام مع تجريف للعقد اللمفية بتتم المتابعة بعدين أنه نحن في غزو بالاستقصال للأوعية اللمفية أو للأوعية الدموية فحكما بدأت تخضع على علاج كيميائي طبعا مع مسح دوري بطبق محوري للصدر والبطن أنه أنا ما عندي نقائل أوكي الوضع سليم حتى ما عندي نقائل بمنطقة الاستقصال الجراحي فنخلص كورسات العلاج الكيميائي بيعتمد بعدها على علاج أحيانا بالتاموكسيفين متحطن على سنة وسنتين وخمس سنين مع المسح الدوري كل سنة أنه أنا ما عندي نقائل خلص صارت نسبة الشفاء تامة بتصير كل سنتين ثلاثة بتتابعة بمسح دوري العلاج بس العلاج الجراحي بالمراحل الأولى ضروري ضروري جدا نحن بنلجأ للعلاج الكيميائي أو الشعاعي بالمراحل المتقدم كتير أنه ما عندي قدر أسيطر عليه جراحيا فأنا ممكن حاول خفض من حجم السرطان أو حتى بيصغر على العلاج الكيميائي أو الشعاعي إذا أنا كان عندي إمكانية بعد تخفيض هذا الحجم للكتلي أنه استقصل بالتالي تحصل على نسبة شي فاء أعلى فبعد العلاج بعد كم كورس من العلاج بنرجع من الاستقصل الجراحيا دكتورة في بعض التحليل صارت تنعمل بعد طبعا المعالجة الجراحية لحتى نعرف إذا كان هو جيني مرتبط جينيا أو هو يعني خلينا نقول مثل ما بيقولوا موجيني النوع التعني اللي هو ممكن يكون بيقولوا له مذكر ومؤنس تماما مذكر ومؤنس فخلينا نقول هاي التحليل موجودة عنا عم تنعمل لبعض الحالات عم نقدر نصبر لنشوف هل هو موجود عنا جينيا أو لا موجودة نحن هذا علميا أنه له مستقبلات للإستروجين ولا ما في مستقبلات للإستروجين بيسموه بالعالمية مذكر ومؤنس طبعا هذا خاص بسرطان السدي ما له علاقة بالأنواع الثاني هذا بيدخل بالعلاج بعد الجراحة يعني أنه نحن رح نعطي مثل ما حكينا دوتا مكتفين ولا لا أنه هو بيستفيد أنه له مستقبلات ولا لا وبتالي نسبة الشفاء بتكون فيه أو لا موجودة هاي التحاليل موجودة عنا ما لازم تكون موجودة حتى نحن نعرف نقرر كيف نكمل علاج دكتورة يعني بعد رحلة العلاج مثل ما منقول بعد هذا الوعي في حال تعرضت العلاج كيماوي أو لم تتعرض اليوم فينا نطمن السيدات أن الشفاء ممكن يكون بشكل كامل للسيدة فينا نطمن عدم عودة السرطان بسنوات مقبلة إذا إلنا في حال تقيدت السيدة طبعا بالمراجعة الدورية وبكل تعليمات الطبيب يعني صراحة شفنا بهاي الفترة خصوصا بعد التوعية الكتير اللي عم بتصير عن سرطان السدي كتير نسبة شفاء عالية يعني حتى في حالات تتعرضوا العلاج كيماوي طبعا العلاج الكيماوي والشعاي ممكن يأثر على إنتاج المضيضين للبيض وبالتالي أنه ممكن يأثر على الحمل المستقبلات شفنا سيدات بأعمار شوية كبيرة وصابوا من سرطان السدي وهن العازبات ورجعوا شفاء تام وتزوجوا وصار في إنجاب طبعا الرضاعة الطبيعية منرجع من نحكي كمان كتير تحمي من سرطان السدي طبعا اتباع التعليمات والمتابعة الدورية الدائمة كتير بتقلل من نسبة النقص لا يخلو الأمر أكيد في نسبة نقص بس أكتر شي إذا نحنا ما اتبعنا التعليمات الصحيحة للحماية أصلا كانت من سرطان السدي بس المتابعة الدورية بعد العلاج لا يعني نحنا أخذنا علاج أنه وقفت النقطة هون يجب متابعة دورية بمسح دوري حتى فحص للسدي للطبقي محوري للصدر للبطن لكل أعضاء الجسم فالمتابعة الدورية كتير مهمة للإقلال من نسبة النقص نعم أكيد نقل لك شكرا دكتور تقدمت إليها يا رب ما يكون بس شهر أكتوبر الشهر الوردي هو شهر التوعية يا رب يكون عنا هذا الوعي دائما يا رب تصحى والسلام إلى جميع السيدات بمختلف الأعمار لأنه شي بزاعة الفعلة اليوم مثل ما قالت دكتور أعمار صغيرة وعن بتصاب بهذا المرض شكرا لك دكتور شكرا لك